أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو غيف أكد اعتقال مالك الصهريج الذي انفجر شرقية بغداد وقال أبو غيف إن مالك الصهريج الذي انفجر داخل مرآب لسيارات في منطقة البنوك شرقية بغداد بحوزة وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية وأضاف أنه تمت المباشرة بإجراء التحقيق مع مالك الصهريج لمعرفة ملابسات الحادث إلى ذلك عقد وزير الداخلية العراقية عبدالأمير الشمر اجتماعا مع القيادات الأمنية في الوزارة وبحث معها الواقع الأمني وضرورة تشديد الإجراءات بما يحفظ أمن المواطنين واستقرارهم